أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة والتي نعود وإياكم خلالها إلى المغرب حيث أستضيف اليوم أن أستاذة لطيفة جبابدي وهي الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لاتحاد العمل النسائي بالمغرب أستاذة لطيفة أهلا بك شكرا لقبولك دعوتنا سوف نحاول إذن أن نتعرف أكثر على مصارك الحقوقي والسياسي كذلك خلال هذه الحلقة لطيفة جبابدي أنت من مواليد 1955 بمدينة تزنيت بالمغرب تتحدثين عن الوالد وتقولين عنه أنه كان مزيج ما بين الأب العصري والمحافظ في نفس الوقت كلمة عن الوالد والوالدة وهذه العائلة التي ترعرعت فيها فعل الوالد كان مزيجا من الرجل العصري وأيضا المغربي المتشبع بتقافته وبالبعد الديني أيضا حيث كان حريصا على أن يزاوج في تربيتنا ما بين حفظ القرآن والمراجع التقليدية للدين وفي نفس الآن تربيتنا على قيم الحداثة والانفتاح والمساواة بين الجنسين إلى غير ذلك من القيم حيث كان شهوفا بالمطالعة وبالنقاش التقافي كان في بيتنا سالون أدبي يعني يوم إليه عدد من متقافي المدينة للمناقشة ولتبادل الأفكار وتأثرت إلى حد كبير بتلك الأجواء والدتي ربة بيت من أهم ميزاتها طيبة طيبة المطلقة وكأنها ملاك فوق الأرض وأيضا الحيوية والدينامية في العمال المتواصل حيث نسميها النملة الشغالة في البيت وكان يعني 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 بالتضامن والتأذر الاجتماعي حيث كان بيتنا رغم تواضعه وبساطته مفتوحا لكل من كان بحاجة إلى مدية المساعدة وبالتالي كان لتلك الأجواء ولذلك يعني المناخ العائلي تأثير كبير في مصاري فيما بعد سوف تغادرين أدن تزنيت مسقط راسكي إلى أجدير وهنا تبدأين النضال السياسي الطلابي السري كيف كانت هذه الحياة بأجدير أولا كانت مطبوعة بالسياق العام على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي حيث أن العالم كان يعيش نوعا من المد التوري حركات التحرر الوطني التعبئة حول حرب الفيتنام أحداث ماي بأوروبا إلى غير ذلك من القضايا القضية الفلسطينية ونكبة 67 كل ذلك أترى في جيل كامل كنت جزءا منه بالإضافة إلى ذلك كانت هناك خاصيات للوضع المغربي تمثلت أساسا في الوضع السياسي كان يغلو عليه الحكم المطلق وحملات القمع الممنهجة تجاه المعارضة تضييق على حريات التعبير أحداث 65 التي كانت عبارة عن طفاضة للتلاميذ والطلبة والتي تم قمعها من طرف الدولة إلى غير ذلك من القضايا التي أدت إلى نوع من احتقان الأجواء السياسية ودفع الشباب طلبة وتلاميذ إلى الانخراط في النضال السياسي وما دام لم تكن هناك هوامش لحريات الديمقراطية والحريات العامة بوجه عام كان من طبيعي أن يتم اللجوء إلى العمل السري والثوري في إطار اليسار الجديد المغربي الذي كان ينعته بالحركة الماركسية اللينينية والتي انخرطنا فيها منذ سنة 1970 الحياة في أقادير كان بالنسبة لي كانت مرحلة حاسمة في مصاري النضالي حيث كانت قبل ذلك لدي اهتمامات بالشأن العام وبالإديولوجيا الاشتراكية أنداك إلى غير ذلك لكن التزام الحقيقي في إطار خلايا وفي إطار تنظيم سياسي بدأ مع انتقالي إلى مدينة أقادير وعشنا فترات مخاض كان يعرفه المغرب آنا داك في تلك البدايات وانفجار نوع من انتفاضة جديدة للطلبة والتلاميذ سنة 1971 وقبل 1971 ربما حديثين عن أحداث الثالث والعشرين من مارس 1265 وأوقعت العديد من القتلى وهنا يعني انبثقت من حركة طلابية في البداية وضمت العديد من الشخصيات بعد ذلك وبعد الأحداث عن الجمعية التي تحمل نفس الاسم أحداث الثلاث عشرين مارس كانت اتفاضة تلقائية بدأت بالتلاميذ احتجاجا على مرسوم يتعلق بالتعليم تضامن معها الطلبة والعائلات والجماهير آنا داك فكانت فعلا قومعت بشكل دموي وتخليدا لتلك الانتفاضة تم اختيار تسمية 23 مارس لإطلاقها على منظمة ليست جمعية ولكنها منظمة سياسية تورية آنا داك تشتغل في السرية تأسست سنة سبعين تحت اسم منظمة باء كان اليسار يتشكل من ألف وباء منظمتين أساسيتين بعد ذلك ستحملان تسمية 23 مارس التي كنت أنتمي إليها وإلى الأمام التي كانت مكون أساسي أيضا في هذا اليسار الجديد طبعا تم اختيار التسمية لأنها كانت من الشرارات التي أطلقت إعادة النظر في المواقف السياسية والثقافة السياسية التي كان سائدة لدى النخب حيث أن شباب الأحزاب السياسية الديمقراطية التقدمية لم يستسيغوا كون قياداتهم تجلس على نفس طاولة المفاوضات مع النظام بعدما تم اعتماد أسلوب القمع الهمجي تجاه الشباب ومنذ ذلك الحين بدأت نوع من المراجعة الإديولوجية التي ستتعزز بعد ذلك سنة 67 مع ما عرفته المنطقة العربية من انتكاسة في حرب 67 جعلت الشباب اليساري يسائل طبيعة هذه الأنظمة التي كانت تعتبر طليعية على المستوى القومي والتي كانت تدعي الاشتراكية إلى غدارك وكان هناك نوع من الانكباب على تدقيق الرؤية الإديولوجية وتدقيق إعادة النظر في استراتيجية العمل السياسي في أنظمة كانت بكل ألوانها وفي كل المواقع في الدول العربية كانت تتسم بالاستبداد السياسي وبتحجيم المعارضة وتكميم الأفواه والحد من الحرية فتبلور عن ذلك رأي مغاير مخالف أكثر جدرية مما كان سائدا سواء على ذلك الحركات اليسارية الديمقراطية في المنطقة أو لدى الحركات القومية العربية ولن تكون هذه الضائرة خاصة بالمغرب لكنها كانت تهم أيضا عدة مناطق أخرى طبعا تزامن ذلك مع طولة ثقافية في الصين التي تأثرنا بها وكنا نوعا ما ماويين وما كانت تعرفه أمريكا الجنوبية من حركات التوباماروس التي كان لها أثر أيضا في تشكيل وعينا السياسي الجديد يعني الجدري أنا ذاك بالإضافة لمعرفته أوروبا أيضا لا ننسى أن هناك تأثير عربي لكن دولي وإقليمي أيضا دولي أيضا وإقليمي كيف كانت العائلة تتعامل مع هذا النظام في لطيفة جبابتي؟ طبعا كان الموقف فيه النوع من المفارقة فهناك أولا تمت تربيتنا على أساس من حرية الفكر والفكر النقدي والمسؤولية والاهتمام بالشأن العام لأنه شجعتني عائلتي على انخراط في العمل الجمعوي والثقافي والفني منذ صغري فكان التزاماتي نوع من طمرة هذا المصار التربوي وهذه التربية وفي نفسي الآن كان هناك خوف وهلع يمكننا أن أقول بأنه وهلع لأن الوضع كان صعبا وتلك الفترة كانت تسمى بسنوات الرصاص بمعنى أنه مجرد حمل رأي معارض كان يعرضك للاختطاف والتعذيب والاختفاء القصري إلى غير ذلك مما كانت تعيشه الساحة السياسية وكانت العائلات مرعوبة من هذا الحراك الشبابي الذي أنخرطنا فيه لديك إخوة لطيفة؟ لدي نحن ستة إخوة وأخوات يعني مناصفة مناصفة ليلة نساء والنساء كيف كانت ردة فعل الإخوة الرجال مثلا؟ كان هناك أخي يعني البكر أنا الثانية في ترتيب الأسرة يعني في ذلك الحين يتعاطف معي ويساندني ولكنه يعبر أيضا عن مخاوفهم مثل باقي أعضاء الأسرة أما أخوايا الأصغر فكانوا في سن لم تكن تسمح لهم بفهم ما يجري وإدراكه حتى عندما اضطر أبي نفسه إلى تهريبي وإخفائي عندما كانت تعرضت لعدة محاولات اختطاف لم يفهموا ما الأمر بنسبة لهم كنا في صفر لدى العائلة بالطار البيضاء وليس أكثر الوالد بنفسه تعرض لضغط لمنعك أنت من العمل داخل هذه الحركات ومنعك من الخروج في مظاهرات إلى غير ذلك عندما كان يتعرض لهذا الضغط وحتى أنه أجبر في بعض الأحيان لإخراجك من مظاهرة وتلقي انتقاد باقي الشتاء من باقي المشاركين ماذا كانت ردة فعله في تلك اللحظات؟ هل يبقى فقط والد ويقول أن يجب أن يخرجك من ذلك المكان وأنه على حق أم أنه يتعاطف معك وفي نفس الوقت يخشى على حياتك حتى؟ أولا أود تأكيد على أن أبي كان حنونا وعطوفا وكان جد حساس لأوضاع معينة كان بإمكانها أن يبكي لمواقف من هذا المستوى من التعقيد طبعا إذا ما تم جلبه من تزنيت إلى أقادير والضغط عليه من طرف سلطة المحلية وأجهزة الأمن لإخراجي من المظاهرات باعتبار أنهم كانوا يتهمونني بكوني كنت رائدتها وإبعادي كان مش أني يهدئ الوضع في مدينة أقادير تم تهديده بكوني سأختفي إلى الأبد إذا لم يستطع أن يقنعني بذلك طبعا نحن عندما رأينا فهمنا أنه كان تحت الضغط لأن ممثلي الأجهزة كانوا وراءه وكان في حالة نفسية شبه منهارة لكن طبعا المتظاهرون لم يستوعبوا هذا واعتبروه يعني يريد تسليم ابنته أو يعني وتهموا بالخيانة والعمالة إلى غذلك من الأشياء ولكن عندما طالت المسألة لساعات من الضغط والتفاوض والهداء ورأيت حال الحالة النفسية لأبي الذي كانت تربطني به علاقة مميزة جدا واستثنائية فهمت أنه كان لابد لي أن أرافقها وطبعا رافقته ولم يتم اعتقالي بعد لم أرافق إلا بعدما تمت مفاوضات بين لجنة من الشباب والسلطات ورجال الأمن حتى يضمنوا عدم اختطافي لأن تعرضت لمحاولات قبل ذلك وفي نفس الوقت وكأنك وضعت تحت الإقامة الجبرية تقريبا ولكنها لم تطل لأن حدة التوتر ارتفعت وكانت هناك تهديد برفع سقف التحركات والعنف إلى غير ذلك في المدينة إذا لم يتم إحضاري التأكد بأنني لم أكن مختطة لدى الأجهزة فاضطرت السلطات نفسها للاتصال بأبي من أجل إقناعه بإرجاعي لأنه بنسبة لهم كانت هذه الوسيلة الوحيدة لإخماد تلك اللهيب المشتعل والذي كان يهدد بمستويات أعلى من التوتر طبعا الحكاية طويلة عريضة لكن هذا يشرح علاقة الوالد وكذلك وهو تحت ضغط مزدوج ما بين السلطات وما بين منهم يساندون ابناته وعام 1977 سوف تعيشنا تجربة الاعتقال لطيفة جربتي ما الذي حدث علما أنه تم اختطافك وعشتي تجربة درمولاي شريف مكان معروف لكل من درس أو علم شيئا عن التعليم في المغرب عندما تم اختطافي من بيت الأسرة بالرباط لأننا انتقلنا بعدما تم ترضي من التانوية واتخذ قرار إبعادي عن منطقة أغادير وتزنيت انتقلنا للاستقرار بالرباط سنة 73 وهناك وصلت نضالي طبعا اعتقلوني من بيت الأسرة ليلان كعادتهم وتوجهوا به إلى درمولاي شريف الذي كان من المعتقلات السرية الرهيبة التي مر منها أغلب المعتقلين السياسيين المغاربة وهناك تعرضنا لشتى أصناف التعذيب وامتهان الكرامة والتضييق والعيش بالعينين معصبتين طيلة شهور والشهور التي قضينا هناك كيومها لا يتعدى 22 سنة 22 سنة كان عمري 22 سنة وأغلب المعتقلين كانوا شبابا كانوا طلبة وتلاميذ وقليل مننا من كان يشتغل ما الذي كان يطلب منكم؟ كان يراد انتزاع اعترافات بتنظيماتنا التي كانت تنظيمات سرية بانتمائنا لها ثم من معنا يعطى الأسماء يعطى أماكن لاجتماعات تسلم الوثائق الداخلية للتنظيم إلى غير ذلك من الأشياء وكانت هناك أساليب قصوى حتى في شروط العيش داخل المعتقل كان هناك منع الحركة منع الكلام الأياد مقيدة طول الوقت العيون معصبة يعني طيلة الوقت والتعذيب في أي لحظة وفي أي حين لا ننسى أننا كنا أننا كنا في مرحلة ما يسمى بسنوات الرصاص التي عاشها المغرب خلال الستينات والسبعينات والثمانينات كم دامت فترة هذا الاعتقال؟ في المعتقل سيريد الموليشريف دامت بين سبعة أشهر وثمانية أشهر بالنسبة لمجموعتنا وبعد وفاة سعيد المنبي بالسجن تم نقلنا إلى السجن وقضينا فيه إلى أي سجن انتقلتم؟ سجن غبيلة بالدار البيضاء بالنسبة للفتيات وعكاشة بالنسبة للرجال وبعد ذلك بأشهر تم نقلنا إلى سجن كناس سوف نتوقف عند هذه الكلمات ونعود في الجزء الثاني من الحلقة للحديث أكثر عن مكانة السجين المغربية في هذه السجون ومعاشته أنت من تجربة داخلها نتوقف فقط للحظة تطفى جبابي ونعود مشاهدين بعد المجزي الإخباري اشتركوا في القناة